اشتركوا في القناة المواضيع التي ربما كانت أغهية اليوم شكلت الحدث نبدأ كعادتنا من صحيفة الشروق اليومي وبالمواضيع المشاركة بين الصحف والذي طغى على أغلب الصحف الوطنية لهذه الصباحة اجتماع مجلس الوزراء الذي من المرتقب أن يعقد اليوم ربما فيه تصدرت بعض العناوين أو بعض الملفات الثقيلة كما قالت الصحف الشروق تقول الفصل في قناة بالقانون المالية وخلاف الوزراء في الواجهة بينما وصفته الخبر بالحكومة تزكي قانون المالية 2017 أما صحيفة البلاد فقالت بوتفليقة يفصل في قضية استيراد السيارات وإلغاء الزيادات والضرائف في 2017 أما صحيفة الفجر فقالت الحكومة تجتمع اليوم لرسم ورقة الطريق القانون التقشفي الثاني صحيفة الشروق قالت عن هذا الاجتماع أنه له طابع خاص في ظل الحديث عن تعديل حكومة مرتقب على خلفية الفضائح التي فجرها وزراء وقانون المالية الذي يأخذ حصة الأسد بعدما سربت معلومات تحدث عن ضرائب جديدة إضافة إلى قانون الصحة القديم الجديد نبدأ هذا المعرض بقراءة في عنوين واجهة صحيفة الشروق اليومي والتي هي أمامنا الآن فرنسا تلعب بالنار والجزائر ترفض التخلي عن ليبيا وكذلك في تحقيق لمرسل الجريدة جريدة الشروق اليومي من غليزان في عنوان على الواجهة هذه أسرار الروتاري هذه أسرار الروتاري وقصتها الكاملة مع الولاية الثبانية وأربعون وكذلك فتنة فتاوى بسبب السنة الهجرية وتأخير محرم وعشراء ربما أيضا عقب أبرز ما تم تداوله اليوم في الصحافة حتى الدولية هو لقاء ليبيا اللقاء الذي سيعقد اليوم في الجزائر لتسوية الأزمة ليبيا ما الذي سيتمخذ عنه؟ نعم جهيدة لو تعذرين فقط سنصل إلى ذلك بعد قليل نذهب إلى صحيفة الخبر الصادرة هذه الصبيحة ونقرأ في واجهتها احتجاز وإهانة جزائرين في القاهرة والسفير المصري يوضح هذا عنوان بالأحمر العريض وكذلك الرباط يوضف التشريعيات للدعاية لمغربية الصحراء والعنوان حزب الملك يهدد عرشة الإسلاميين هذا في صحيفة الخبر إضافة إلى كذلك موضوع في خطوة غير مسبوقة تطعن في شرائية الانتخابات تقول صحيفة الخبر قاضي يتابع رئيس مجلس المحاسبة في العدالة وهذا القاضي في التفاصيل هو يعمل في مجلس المحاسبة كذلك نعم جهيدة نذهب إلى صحيفة البلاد الصادرة هذه الصبيحة نقرأ منها ربما عنوان مثير للجدل وهو دعوات إلى إلغاء قانون ممارسة الشعائر الدنيا وتحرير الزواج الصحيفة قالت أن الكريتة البروتستانتية تشتكي الجزائر لدى الأمم المتحدة وقدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتضيق على الأقليات أو تشتكي فيه ما سمته بالتضيق على الأقليات الدينية وتطالب بتحرير زواج الجزائريات من الأجانب ربما بإلغاء شرط دخول الأجنبي في الإسلام وطالبت كذلك بالحصول على حصص في القناة التلفزيونية العامة لترويج أفكارها من صحيفة البلاد إلى صحيفة الفجر الصادرة هذه أصابيحة والتي تناولت الملف الليبي وكما هو معروف الجزائر كان لها باع طويل في المحادثات أو المفاوضات في ليبيا بين الفرقاء الصحيفة قالت أن الملف الليبي يكشف عن معركة خفية بين الجزائر وفرنسا هذا عنوان في الواجهة أما في التفاصيل فمراقبون يصفون زيارة السراج إلى بريس الأسبوع الماضي بالمتواضع إلى كونه فشل في الضغط باتجاه ضرورة توضيح فرنسا موقفها حيال وجود قوات لها في شرق ليبيا صحيفة الفجر كذلك استقصت أو تكلمت مع رئيس لجهة العلقات الخارجية بمجلس الأمة سابقا إبراهيم بولحيا والذي قال في تصريح للصحيفة أن دول الجوار الليبي هي أكثر من يجب أن تقود عملية التوفيق بين فرق الأزمة إلى صحيفة الوطن هذه الصبيحة وتنورنا منها فقط عنوان حول بطاقة الدفع الإلكتروني والصحيفة في نسختها الورقية أمامي الآن في الواجهة لونس موندو بيمون جغدبي هذه بيمون إلكتروني كما يقال خطوة نحو رقمنة الاقتصاد أو الاقتصاد الرقمي في صحيفة الوطن الصادرة هذه الصبيحة في صحفنا الدولية جهيدة العربي الجديد في تحليل يعني تنورنا منها موضوع تحليلي اليوم بعنوان سباق العرب بين كلينتون أو ترامب تقول الصحيفة أو يقول المحلل والذي هو أستاذ جامعي مصري بينما يتفهم المرأة الاهتمام العربي يحار في فهم مسألة انقسام العالم العربي بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لأن الانقسام رذيلا ولكن يقول بسبب التفاوت الواضح بين المترشحين وإنما كونه انقساما غير مؤثر يعني يصف انقسام العالم العربي بأنه غير مؤثر بين المرشحين أمريكيين لكن مؤشرات تقول أنه انقسام مؤثر إن كان لصالح كليتون أو لصالح جرامب لاحظنا يا عقبة ما تم استخراجه من العبث من يخرج علينا مدافعا عن جنون ترامب فعلا هو وصفها بالغاية لا لشيء سوى نكاية في خصومه السياسيين أظن أنه كليتون اليوم ربحت تحربها في ولايات المتحدة الأمريكية خاصة أنه فيه العرب في الجالية العربية في أمريكا وفي ولايات المتحدة الأمريكية تسند هيلاري كليتون أكثر من شراب بعد أول مناظرة كانت بيها نعم جيدة ولكن ربما يفهم السياسة الولايات المتحدة الأمريكية أنها سياسة مستقرة تجاه الشرق الأوسط هذا ما يصفه ربما أغلب المحللون أو أغلب الكتاب في هذا المجال كاتب المقال قال بأن هذا الإنقسام لا يزيد ولا ينقص شيئا إلا إنقسام آخر للقسامات العربية المعروفة على الساحة والتي باتت سما في مجتمعنا العربية القدس العربي لهذه الصبيحة تناولت تقرير أو حوار نقلت عن حوار قناة خليجية مع رئيس التركي رجب طيب أردغان بعنوان سنتهر 5000 كم مربع شمالي سوريا لإقامة منطقة آمنة والسعودية وتركيا مستهدفتان هذا ما قاله رجب طيب أردغان حيث قال فيما يخص التعاون السعودي التركي لمواجهة الضغوط الأمريكية وهناك تطورات توقحة جدا ضد العالم الإسلامي وعلى بلدان العالم الإسلامي التضمن لمواجهتها في إشارة إلى قانون جاستا أو تجريم الدول الداعمة للإرهاب والذي صدق عليها الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي إلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الأول من فقرة بين السطور وقراءة في الصحف مناقشة ما بين هذه السطور سيكون مع ضيفنا الأستاذ لماشنين مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث لكن بعد هذا الفاصل يبقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن كانت هذه الأجندة لأبرز المواعد السياسية الاجتماعية والاقتصادية لنهار هذا اليوم الشروق مورنينغ متواصل معكم رصد للصحافة انتهى للتو لكن سيبدأ حالا نقاش وتحليل لأبرز العنوين التي تصدرت الصحف تفضل عقب سبع الخير مجددا مشاهدين الكرام نسعد بصدافة سيد سليمان شنين أو الأساس سليمان شنين كما قدمته جاهيدة رمضان مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث وكذلك معروف بأنه مدير ومسؤول النشر في صحيفة اليومية الوطنية التي تصدر في الجزائر العاصمة الرائد أهلا وسهلا أهلا وسهلا سبع الخير سبع الخير للمشاهدين الكرام سيد سليمان لو نبدأ فقط بنبدأ صغيرة أو قليلة عن حياتك كثير من الناس ربما يسمعوا سليمان شنين أو يشوفوا سليمان شنين في التلفزيون في التحليل لكن لا يعرفوش سليمان شنين تحديدا أو ربما بنبدأ صغيرة عن مسارك الصحفي أو مسارك المهني بسم الله الرحمن الرحيم لا تعودش أن نتحدث على نفسي ولكن بدأت العمل الصحفي من جريدة النبأ ثم مراسل لمجلة المجتمع والحياة اللندنية ثم انتقلت بعد ذلك إلى إنشاء جريدة الرائد اليومية ومشتغلت في مجال الإعلام في فترة كبيرة على مستوى حزبي تقريبا ومنذ 4 أو 5 سنوات الآن أسست هذه الجريدة الرائد اليومية التي ربما الآن عندها 5 سنوات إضافة إلى المساهمة في مختلف القنوات التلفزيونية سواء كانت المحلية الوطنية أو الدولية سيد سليمان كل إنسان ربما أو كل صحفي أو إعلامي لما يأسس جريدة أو مجلة أو قناة ربما يدير استراتيجية عمل أو ربما يشوف نخبة معينة أو ضد دراسة جمهور ربما أنه يستهدفها هناك جرائد تقول الخبر هناك جرائد تهتم ربما بالتحليل هناك جرائد ربما تتابع أو تطرح المتابعة أكثر في صفحاتها لما أنشأ السيد سليمان شنين جريدة الرائد ما هي الفئة المستهدفة التي كان ربما يستهدفها أكثر في الجريدة تحديدا؟ الأكثر هو حارسين على أن تكون جريدة رأي تقدم الرأي خاصة للشؤون الداخلية والتحولات الدولية ووفق خط افتتاحي نعتقد بأنه الخط العام للجزائريين الذي يتبنى جوانب الثوابت والدفاع عنها والحرص على متابعة كل ما له صلة بهذا الموضوع إضافة في الفترة الأخيرة أننا حارسين على متابعة الوضع خاصة في التربية ربما من الجرائد التي تضع صفحة كاملة لشؤون القضايا التربية لأهمية هذا الموضوع في التحول العام الذي تشهده البلاد ونعتقد بأن مثل هذا الاهتمام من شأنه أن يساهم في إعطاء المولى المعلومة ثانيا في تنوير الرأي العام ثانيا الاهتمام بهذه الشريحة الواسعة وانشغالاتها ومطالبها لأن أي إصلاح لا يمكن أن يمر إلا عبر إصلاح حقيقي للمنظومة التربية طيب لنبدأ بقطاع التربية مدام تكلمت عن قطاع التربية السياسة لما شلنا ربما كثر الجدل أو كثر الحديث سواء الإعلامي أو السياسي حول إبعاد المدرسة عن السياسة هذا المصطلح تدد تداول كثيرا مؤخرا وكذلك ما وصفه بإصلاحات الجيل الثاني أو سمته الوزيرة بإصلاحات الجيل الثاني وعرض على الحكومة هناك سؤال هل الإصلاحات التربية في رأيك إعلامي ترقى أو تنزل أو اختر الألفاظ كما شئت إلى خانة الأدلجة أم هي إصلاحات بيداغوجية بحتة تصير في كثير من الدول العربية وحتى العالمية هو القانون العضوي المنظم للتربية يبعد التربية عن أي تجاذبات حزبية ولكن الأدلجة لم تستطع الجهات المشرفة ابتداء ثم بعد ذلك الجهات المتصارعة والمتنافسة داخل منظمة تربوية عن إبعاد أن أدلجت هذا القطاع الحساس وهذا بسبب أعتقد أنه هشاشة الدولة في هذه المرحلة وهشاشة الحكومة ابتداء وعدم قدرتها على التحكم في كل القطاعات منها قطاع التربية ولذلك لاحظنا أن معظم الإصلاحات التي جاءت والفضائح التي وقعت خاصة في الكتب المناهج التربوية كلها نتجة عن توجهات إيديولوجية لفئة معينة من داخل المجتمع ولا يمكن أن تبرر هذه الأخطاء التي تكررت في كم من كتاب بأنها مجرد هفوات مطبعية كما حاولت الوزارة أن تبررها وبتالي لم تبتعد المدرسة أو لم تبتعد منظومة تربوية حتى في التغييرات داخل القطاع المشريفين بإبعاد ثوابتيين عموما ومفتشي القطاع الذين لهم باع في هذا الموضوع وإحال ومحاولة استبدالهم بناس آخرين لهم توجهات معينة كل هذا يدخل ضمن تنافس حتى لا أقول سرع قائم في مختلف مفاصل أجهزة الدولة ويعبر عنه مثلا يعبر عنه سعداني بشكل واضح ويعبر عنه قوى أحزاب سياسية أخرى لا تترى بأن للأسف الشديد فيه مرحلة في عودة تيار لا يحظى بقبول شعبي واسع والصناديق أثبت ذلك واستغل هذه الظروف للعودة في مفاصل الدولة الحساسة ولعل التربية هي نموذج الكبير فيه من يثبت الصناديق أنه التيار هذا التيار الذي أثبتت الصناديق أنه أعتقد أنه التيار اليساري العلماني الذي من حقه أن يشارك ولكن سيد سليمان شنين حتى الطرف الذي يرد سواء الطرف الذي يتهم ربما بين قوسين الإسلاميين بأدلجة القضايا قضايا التربية الوطنية هناك طرف الذي يرد أيضا وهو طرف الوزراء أو طرف الأحزاب التي لديها أكبر أغلبية برلمانية أكبر تمثيل برلماني تقول أيضا أنه ندافع عن الهوية ونحن ندفع عن ثوابت الأمة هناك فصل لا بد أن هناك فصل ما الفصل في ذلك لا الأفلان عائلة الوطنية بدأت ثوابت ولا أعتقد أن قيادة الأفلان مثل ما أعلم حتى ولو خارج التسجيلات خارج التصريحات يدركون أن هذا التيار بدأ يستقوي في مناصب حساسة في الدولة وبعيدا عن التمثيل السياسي وأن الثوابتيون عموما بين قوسين ثوابتيون مش شرط يكون إسلامية ثوابت الدفاعي الذي يدافع عن ثوابت الأمة مثلا في العربية والإسلام والوحدة الوطنية وحتى الأمازيغية كلغة وطنية لكن ضمن تراث وضمن رؤية حضارية وليس ضمن ما يأتي إلينا من بعض الأطراف كل هذه المعطيات أعتقد أن كثير من الناس يعني داخل الأفلان داخل القوى الأحزاب الأخرى الوداء التوجه الوطني تقول مثل هذا التوجه وبالتالي المطلوب أنه لو كانت هناك حكومة قوية خلينا جيبنا نكون أفلاني في هذا الموضوع لو كانت حكومة تمثل مثل الأفلان لما كان هذا التوجه ولما كان هذا الالتباس في هذا القطاع الحساس الذي يفترض أن يترجم توجهات الدولة الجزائرية وبالدرجة الأولى لا نطالب منه إلا تطبيق القانون القانون 2008 البعض سيد سليبر يطالب بلجنة خبراء مختصة في التربية ما رأيك في ذلك فيه مجلس أعلى للتربية فيه مطلب لجنة خاصة للتربية كل هذه المطالب يعود عندها معنى لما تكون الإرادة السياسية متماشية مع توجهات المجتمع ولا تخضع طبعا فيه إرادات دولية ضغطة لن نخفيوها يعني مش عندنا فقط في كل الدول العربية والإسلامية يعني لإيجاد تغييرات في مصطلحات في أشياء كثيرة هذه قرارات بين قوسين أممية والبعض يريد أن يسترضي الغرب بأي شكل من الأشكال ونتيجة الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والمالي وغيره يحرص على أن لا يعني إذا كانت سعودية بدولة إديولوجية الدولة الآن في نقاش نتيجة قوانين بالية وتوجهها الدولية فما بالك بأن نحن ربما نقول لك نعطيهم شيء من نمد لهم حوائج بشي يخليونا ترنكي ولكن من هذا الطرح أعتقد أنه يمكن أن نتجاوزه بالحرص على إبقاء الدولة للشعب ووفق غوية الشعب طيب سؤال الأخير فقط في مجرد قطاع التربية سيسلي بشنين بعيدا عن سياسة وبعيدا عن ربما كونك أعلامي كمواطن جزائري عنده أولاد يدرسون أو تلميذ أبناء تلميذ في قطاع التربية هل ترك أن التربية في الجزائر مستوى التعليم حتى ننزع كلمة التربية مستوى التعليم في الجزائر يعني يخولنا أن نصبح دولة نامية في القريبة العجل شوف عقبال واحد النظرة السودوية مش يملي أنا سألتك سؤال أنا أتكلم بهذا أغلب الناس يحاولون نسود بعض الناس وبعض النخب وبعض العذاب تحاول تسود كل ما هو موجود في الجزائر فيه إطارات في المنظومة التربوية من المدرسين ومعلمين ومدراء ومفتشين لهم باع طويل في المنهج التربوي ولهم قدرة على إبداع وفيه إمكانية تعتحول فقط طبعا وفيه إنجاز للهياكل بشكل واسع فيه حتى المناهج المعدة لها إمكانية لكن فيه بعض الإصلاحات المطالبة أولها الاهتمام بالمورد البشاري لا بد من إعطاء الاهتمام الأكبر للمعلم للأستاذ للإدارة من خلال الاهتمام مادي ومعنوي يمكنه من أداء هذه الوظيفة ويبعده عن كل أنواع للتقصير الموجودة فيه وهذا ليس شيء كبير يعني الدول المتقدمة يا عقبة هما هما اللي يكون فيه المعلم أكبر رتبة وأكبر إنسان مهتم فيها الدولة مهتم به الدولة من الراتب إلى الوضع الاجتماعي لغيره لأنه هو الذي يعد الأرضية الأساسية لانطلاق المجتمع نحن لازمنا في هذه بعيدين شوية ولكن مع الإصلاحات المتوقعة ومع هذه النداءات والحراك الحاصل في القطاع التربية سواء من النقابات أو حتى من الإدارة أو حتى من أولياء التلاميذ كل هذه التفاعلات للحراك الموجود بإمكانها أن تساهم في ترقيد وعدنا إمكانيات وأرضية للإنطلاق وأن نكون دولة نامية والجدل الجميل من حيث أنه سيثمر الوزارة بقراراتها من ناحية الإصلاح أيضا النقابات من حيث رفضها لبعض معالم هذا الإصلاح أولياء التلاميذ كل هذا الحراك سيثمر لا بد من منهج ربما يتفق عليه الجميع من التربية عقبه؟ نعم جاهدة سيد سليمان شنين عرفت ربما أو أنا أعرفك شخصيا يعني بتحليلاتك الدولية متابعة كثيرا لأشياء دولي يعني تشارك في بلاتوهات كثيرة سواء في القنوات ومنها بلاتو الشروق نيوز وبرنامج الحادث أفكر مع الأستاذ سليمان شنين أنه بدأت انقلاب بتاع تركيا وفشل ونحن على المباشر نعم نعم جاهدة سواء في قنوات وطنية كصحفي ربما تدرجت في بعض الصحف كيف حتجى ميولك للدولي؟ يعني نعرفه نحن صحفة فيها أقسام الوطني المحلي الدولي ربما السياسي المقالات تحاليل ما هو ربما الميدال التي تحبذه أكثر أنت في تغذياتك؟ أكيد والملف الدولي نتيجة أن كل دولة وكل قطر مرتبط بالتحولات الكبرى ونحن في الجزائر كغير من الدول نعكس هذه التحولات الدولية وأي إنسان يرغب في متابعة دقيقة للتحولات لما يحدث داخل المجتمع المحلي أو المجتمع الداخلي بلدي هي عليه أن يدرك بعمق التحولات التي تحدث سواء على المستوى الإقليم أو على المستوى الدولي وعدم الإلمان بهذا يجعله تغرد خارج السرب ولذلك أعتقد بأن الاهتمام بالتحولات الدولية الكبرى وخاصة في المنطقة العربية والإسلامية يعد أولوية الآن لأي ممارس المهنة في الصحافة أو ممارس لعملية تحول داخل المجتمع ما رأيك في سياسة خارجية جزائرية؟ فيها كثير من الإيجابيات نتيجة انطلاقها من مازالة الخارجية نتعني مبنية على مثاق مبدئين تنطلق من طراطها ومرجعيتها الثورية تنطلق من مواد دستورية تبعدها عن تدخلات المباشرة في شؤون الدول الأخرى تحرص على التوازن في علاقاتها عدم تورط في القضايا الداخلية للدول الأخرى هل سرعها صائبة؟ أعتقد أنها صائبة لحد هذه اللحظة صائبة وترجمتها ربما الملتقى الطاقة الأخير الذي عقدها في الجزائر كانت ترجمة عملية لإمكانيات الجزائر وسلامة الموقف الدبلوماسي الجزائري في إقناع كل الأطراف بما فيها الأطراف المتصارع وخاصة على مستوى الإقليمي والحضارير تقنع مثلا إيران والسعودية يكونوا في طاولة واحدة في فترة زمانية قليلة ليست متاحة لأي دولة ربما لقليل من الدول العربية والإسلامية في هذه المرحلة طيب هناك سؤال فقط ربما يتمخذ عن هذا السؤال عن هذه الجزئية جهيدة ربما هي السياسة الخارجية الدولية تقوم على أساس عدم تدخل ربما في نزعات جميع الدول أو شؤونها الداخلية تعتبر كل ما بما يخص الدول في داخلها هو صراء داخلي وتكتفي فقط ربما في التصويت في بعض الأمور هناك ربما كملاحظ فقط ربما تلاحظ أن الجزائر ليس لديها ربما قنوات تهتم بأشأن دولي قنوات إعلامية وسائل إعلامية مشتر أنه قنوات تهتم بأشأن دولي مثل بقي الدول العربية هل ترى أن هذا يعني نقمة أم نعمة على القطاع في الجزائر كإعلامي مختص بأشأن الدولي نقائسنا كثير أول نقائس الكبرى المعيبة في الدبلوماسية الجزائرية هي عدم موجود مراكز التفكير يعني مراكز دراسات بحثية تكون لها قدرة على ترجمة التحولات الدولية وقدرة على قراءة الموقف الجزائري واستقراء واستشراف ما يحدث على المستوى الدولي وفق توجهات الدولة ورغم أنها فيه نوايا في تصريحات خارج ولكن هذه النوايا لم تتجاوز التصريحات الغير معلنة هذا أمر الأول أمر الثاني كذلك الخارجية الجزائرية لا تحسن الاتصال ولا تحسن عملية الاتصال بمعنى أنه في كل دول العالم تتعرف مشكلة الاتصال في كل قطاعات ومنها القطاع الخارجي يعني باشيدير الخارجية ندوة صحوفية يعني نسنناه بالشهر وبالشهر ونص أو نسنناه زيارة مسؤول أجنبي حتى في حين أن الدول المدى قدمة لقدرة عندها ناطق رسمي لهذه نحن عندنا ناطق رسمي ولكن إذا تكلم يتكلم ببيان في حين الصحافة محتاجة إلى تنوير إلى إعطاء خلفية إلى إبعاد إلى دحض الشبهات الموجودة مثلاً هاوي جين موقف الأخير ربما ربما تحدثوا عليه وموقف ليبيا كيفاش فرنسا منعت أو امتنعت أو رفضت أن تشارك الجزائر في لقاء باريز في قضية ليبية لا بد من أن نرى أقل شيء بالتحليل أو إن لم تكن المعلومة فبالتحليل أما إبقاء الأمر هكذا هناك سيدي سليمان فقط معروف أنه اللي يعرف العلاقات الدولية أنه في أغلب عملية فضع النزاعات أنه كثير من المشاكل أنه تحل في سرية تامة أو بمصطلح تحت الطاولة بمصطلح أعلامي تحت الطاولة ربما أنا لا أدافع ربما عن من لا يسرح أو من يمنع الإعلام من الاستفادة من التصريحات ولكن ربما لو هناك أمور لو كشفت لرأي العام ربما تكون عثرة في تعثر المفاوض الحفاظ على السرية لا يعني ولا يتعارض مع التسويق للمبادئ والقيم والمواقف وخلفيات بعض المواقف لا يتعارضوا مع بعضنا قد نحافظ على السرية بمفهومها إذا كانت عمليات كبرى إذا كان مسار ومسعى سياسي دبلوماسي عنده تأثيرات وعنده اختباطات بدول أخرى لكن الملاحظ في كل هذا أن الدول الأخرى خاصة أن تشارك معها الطرف لا تتوقف والصحافة الاستقصائية بين قوسين ثم رغبة الدول دول الكبرى تشوف أنت مثلا هو موضوع اللي يحدث بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتوقيف التلعلاقة يعني معركة دبلوماسية معركة إعلامية قبل ما تكون معركة دبلوماسية تشوف القنوات تابعة الروسيا والدول تابعة الروسيا وتشوف القنوات تابعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تحوط فيها كلها تسرب كم هائل وكبير من المعلومات أبدأها من بنود الاتفاق أبدأها من الإخفاقات الموجودة في حين نحن مثلا في قضايا جوهرية دبلوماسيتنا للأسف الشديد لا تحسن العلاقة الجيدة رغم أننا لازم نشهد هذا صحافتنا وصحفيين يملكون من الوطنية وحتى من المهنية أنه يقدر يحافظ على المعلومة على السر المعلومة ويعطي التحليل الذي يتماشى مع هذه المعلومة يميز بين ما ينشره وبين ما ينشره في الشأن الليبي ويش توقعاتك لمسال المفاوضات أو متوقعاتك لدور الجزائر اللي هي الجزائر بدأت على الدور منذ مدة حول صراع أو موافقة توفيق بين أطراف الصراع في ليبيا ويش توقعاتك وشوف منذ البداية الجزائر كانت عندها رؤية واضحة في هذا الموضوع الليبي أن هذا الموضوع أن هذه الأزمة معقدة تحتاج إلى وقت ولم تلتزم بمدة زمنية معينة ما قالش باللي في عامين ولا ثلاثين والله راح تنتهي هذه الأزمة المقاربة الجزائرية مبنية كذلك على معطيات الواقع عكس ما قيل مثلا البارح في قنوات حتى جزائرية أنها لا تريد إقصاء أي طرف وتحرس على عامل الزمن في إقناع كل الأطراف بقبول ببعضها البعض ببعض ما هيش مستجيبة للدولة العميقة في ليبيا بين قوسين أو اللي كانوا مع القذافي من قبل في إقصاء التيار الإسلامي بشكل ولا تستجيب كذلك للتيار الإسلامي بين قوسين في إلغاء أو إقصاء هذا التيار واقع ليبيا يقول أنها فيها قانون العزل السياسي تحتاج إلى تحريك الجزائر حريصة على هذه المرافقة وبالمقابل الجزائر تدرك بأنها تتحرك في منطقة ملغمة فرنسا فرنسا التي تدخلت بالناتو وجابت الناتو لليبيا تريد أن تنفرد بالمصالح داخل ليبيا يعني عاونة حفطر بشي يحتل الهلال الهلال البترولي المصدر للطاقة من أجل هدف واحد هو أنها تكون لها النصيب الأوفر خاصة بعد التحسن في تصدير الطاقة نعم هو معروف أنه سياسة مصالح سيد سليمان شنين ولكن هذا ربما تفاصيل من إختيصات ربما سياسة الخارجية الجزائرية أو صناع القرار ومخابر الشؤون الخارجية التي تهتم بهذه الأمور لكن هل ترى أن دول الجزائر يعني في ليبيا حتمي أو أنها مخيرة في فضل النزاع ربما يعني من جانب مكره أخذك ربما لا لا أولا لأنه واجبات الجار ثانيا تاريخيا نحن مع دولة شعب وشعب وقف معنا في الثورة أثناء الثورة الحقيقة ثالثا ما يحدث في ليبيا له انعكاسات مباشرة لأن حدودنا أكثر من ألف كيلومتر تحتاج إلى معنيين بالدرجة الأولى فيما يحدث خاصة في قضية الإنفلات الأمني والجماعات المسلحة والإرهاب وغيره هذه لها صلة مباشرة كل هذه القضايا تترحق أن ليبيا باهتمام بليبيا هو أولا عندنا تفويض من الاتحاد الأفريقي في الاهتمام بهذا الملف وهذا أمر مهم عندنا تفويض كذلك من الجامعة العربية لاهتمام بهذا الملف وعندنا تفويض لأننا الدولة عضوة في المغرب العربي وعندنا تفويض لأننا جار وإننا حدود وإننا حدودنا مهددة كل هذه تفرض يعني موش خيار لا بد جزء من اهتمام بالأمن القول نعم هو الاهتمام عدنا عن المقاطعة فقط لقطة دهيمون ما زال عندي نقطتين فقط النقطة الأولى سيد سليم الشنين حبيت أن أسألك فيها كأعلامي متابعة لأشأن دولي في الجزائر متابعة لأشأن دولي عفوا قبل أن نرجع إلى نختمه بالشأن الجزائري ما رأيك في قانون جستر ربما في السعودية وتقارب الأخير يعني بين السعودية وتركيا في قضية إنشاء منطقة عازلة تحديدا أو منطقة آمنة في سوريا لا استطاف الحقيقة يعني هو نوع من أنواع التحايل على القانون الدولي يعني أن تبادر دولة كبرى كالولايات المتحدة بهذا القانون وتجرد وتسمح على حساب النيويورك تايمز أول بارح تقريبا لحد أول بارح 9000 واحد لقدموا دعوة وشكوى في انتظار أن العدد يكون بعشرات الألاف يعني مثل هذا مثل هذا السلوك أولا متوقع من الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان الأشقاء في السعودين يتوقعوا فعلت ذلك في العراق وتفعل الآن في سوريا وفعلت ذلك في أفغانستان وتفعل في كل الدول مثل هذا القانون أو بشكل آخر نعم تفضل وأما تركيا تركيا تدرك بأن تعقيدات الأزمة السورية بعدما حسنت علاقتها مع الروس عافب ملف السوري زايد في التأزيم وخاصة بعد القرار الأخير تعبوتن من حقها أن تحمي حدودها وتوغلت من أجل حماية الحدود وحتى لا تبقى مهددة كما حدث في محاولات نقطة أخيرة فقط نخرج يشير لي بأن الوقت انتهى ولكن نقطة أخيرة فقط نحن أعرضنا ربما صفحة من صفحات جريدة الرائد صفحة الواجهة وكذلك صفحة متفرقات أو منوعات أو المراصد صنارة صنارة ربما في صحيفة الرائد أو المحرم والدولة المدنية هذا العنوان يعني أثر انتباهي ربما تعليقك على الدولة المدنية أو المحرم ومع علاقتها بأول محرم نحن قرارنا تفاصيل ولكن نريد تحليلك الشخصي لإستنكاركم بأول محرم ودولة المدنية أولا هي أول محرم طبعا أنت عارف أنه يعني هذه سنة الهجرية والدخول سنة الهجرية والتأريخ بالسنة الهجرية من القضايا التي مثبتة في الوثائق ومثائق المرجعية للدولة الجزائرية والدولة المدنية تريد بين قوسين أن بعض المفاهيم لغير الدولة المدنية أن تبعد كل ما هو له صلة بالثوابت والهوية يعني أنت تطالب أنه يكون تأريخ ولا يكون اعتراف لأن السعودية نشوفه بأنها استغنط عن التأريخ فعلا السعودية وغيرها أنا أريد النقطة باختصى نقطة الخلافة هذه من آثار جاستة يعني من بدايات زلزال الجاستة هل أنت تقول ربما تطالب الجزائر أنه ترجع للتأريخ الهجري لا لا نتجاوز هذا الموضوع طبعا أننا بقينا في هذه بدأة الأصوات ترتفع حتى ولو بشكل محتشم أن نبقي كل ما له رمزية للدين للثوابت الوطنية لأن دستورنا في الجزائر يقول الجزائر أرض الإسلام ويقول ثانية الإسلام دين الدولة هذا المعنى لا يجي وهذه المعاني على بساطتها ساهمت بشكل كبير في عزل الإرهاب والعمل المسلح والعنف من ساحتنا الوطنية وبالتالي على الراغبين في أي تحول أن يدركوا أن الحفاظ على الهوية والثوابت يزيلنا قوة ولماذا طيب صورة وزير الشؤون بنية تحديدا يثير كثير من الجدل في منصبه وفي انتظار تغييرات المرتقبة في أعرائه أيضا في انتظار التغييرات الوزارية المرتقبة نعم نشكر سيد سليمان شنين جهيدا يقول الوزير الشؤون يا محمد عيسى سنة هجرية سعيدة كل عام أنت بخير لك أنا يسفع من يسمع فينا الآن شكرا لك عقبة أستاذ سليمان شنين متابعك كل جزائري ربما أخبار نوبل ككل سنة تتم توزيع هذه الجائزة كان في كل فروعها منها الأداب كان مرشح الروائي أو حتى المفكر السوري الكبير أدو نيس ليني الجائزة نوبل للأداب في حال ما أخذ هذه الجزائر هل سيسعدك هذا كثيرا؟ أكيد أنا بالنسبة لي أي عربي مهما كان حتى ونختلف معه على أن خاصة الذين يدافعون عن هوية الشعوب العربية والإسلامية بمقدراتها الأساسية وبقضيتها المركزية هذا شيء يفرحونها ويجعلنا نفتخر مثل ما افتخرنا بنجيب محفوظ من قبل ونفتخر بكل الأسماء حتى وإن اختلفنا في الرأي والتصور العربية التي رشحت لنا هذه الجائزة الأكبرة نفرح أيضا عندما نعلم مشاهدينا أن الياباني بوشي نوري فاز بجائزة نوبل للطب في عام 2016 الصورة التي ستشاهدونها الآن هي صورة هذا الياباني العالم الياباني الذي فاز أمس بجائزة نوبل للطب في 2016 وقالت لجنة أنه منح هذه الجائزة بسبب أبحاثه عن الالتهام الذاتي للخلايا المتضررة ترجمة نانسي قنقر